اسأل نفسك هذا السؤال أنك هل تصدق بوجود الله تصديقاً يقينياً يعني تصديق ماء في الماء تصديقاً كاملاً تصديقاً لا يشوبه شيء لا يعكره شيء كتصديق الأنبياء يعني مثلاً نبي الله موسى نبي الله عيسى إبراهيم مثلاً نوح آدم رسول الله محمد أنت تصدق بوجود الله كما يصدقونهم تصديقاً يقينياً كما قال الإمام علي بن أبي طالب والسلام الله عليه والله لو كشف لي الغطاء مزددت يقيناً يعني لو فتحت لي السماء ورأيت الجنة والنار ويوم الحساب أو عالم البرزخ مثلاً أو عالم الأرواح مزددت يقيناً لأنني أملك يقين بوجود الله تصديق يقيني هذا ولي من أولياء الله على كلناً علي بن أبي طالب يعني قريب من الأنبياء تحت مرتبة الأنبياء مثلاً أو بمستوى الأنبياء حسب أراء العلماء لكن نحن البشر العاديون إذا فكرنا في وجود الله وأننا هل نصدق بوجود الله تصديقاً يقينياً أم تصديقاً عرفياً أم فطرياً أم عائلياً أم اجتماعياً مجتمعياً يعني بحيث أنني والله خلقت وولدت في مجتمع مسلم ولدت في مجتمع مسيحي ولدت سنياً أو شيعياً أو بوذياً أو هند صينياً فاعتنقت ما كان يعتنقه آبائي وأجدادي من الدين والأفكار فإذا كنت لا تصدق تصديقاً يقينياً بوجود الله فعليك أن تبحث عن ربك تبقى تتفكر أولوية من أكبر الأولويات في حياتك الفكرية التفكر والبحث عن الخالق التفكر كما قال القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أولاً يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يدهنون أو مثلاً الذين يقولون كذلك ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الذين يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار مثلاً إذن أولى بالإنسان المسلم أو المسيحي أو السني أو الشيعي بدل أن يتعصب لفكره وطائفته وبدل أن يعني يبرز أو يظهر أو يبين الحقد أو الكره أو الاستهزاء بأديان الآخرين أو التمسخر أو السباب أولى به أن يذهب ويبحث عن ربه يجلس على سفح جبل يجلس في كوخ يتفكر يقرأ أشياء مثلاً عن وجود الله يحاول أو مثلاً يجلس أثناء الليل في ظلام الليل ينظر إلى السماء إلى النجوم إلى الكواكب هذا أروع تفكر أجمل تفكر أن الإنسان يتفكر في السماء يتفكر في هذه المليارات من الكواكب والنجوم والمجرات التي تسبح في الفضاء عالم آخر عالم آخر يختلف عن عالمنا تماماً نحن لا شيء قياساً لهذا العالم الضخم الذي يعد بالآلاف آلاف ملايين المليارات من الكواكب والنجوم تسبح في الفضاء وتنير هذه السماء الله أكبر فإذا نحن نلتهي نلتهي بالسباب ونلتهي بتعصب لطوائفنا ولأفكارنا وللأشخاص نتعصب للأشخاص بشكل أعمى اللهم إلا المثقفون إذا كان الإنسان مثقف وأنه من خلال حواره المؤدب المحترم يسعى أن يتفكر بوجود الله لأن الحوار الذي يؤدي إلى الحقيقة إنما يؤدي إلى جزء من حقيقة وجود الله إلى جزء من حقيقة علم الغاب لأن التفكر بوجود الله سبحانه إنما هو تقرب من علم الغاب هذا أخطر شيء وأجمل شيء وأروع شيء أن الإنسان في خضم هذا الكون وفي خضم هذا الخلق الذي لا يدوم للإنسان يعني الإنسان سيموت بعد حين غدا أو اليوم أو بعد سنة أو بعد سنتين أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إذن حري بالإنسان أن يتفكر بوجود الله حتى يتقرب إلى التصديق بعلم الغاب يتقرب بالتصديق أن هناك رب يعبد وإلا إذا لم يكن يملك يقينا بوجود إله فما هي فائدة الحوارات السنية الشيعية المسيحية الإسلامية البوذية الهندية وما يعني حدث ولا حرج الأديان في العالم وحوالي خمسمائة دين بالعالم خمسمائة دين وآلاف من الطوائف هذا يعبد البقرة هذا يعبد الفار هذا يعبد الكذا هذا يعبد الإنسان الفلاني هذا بوذا هذا كذا كله كله إنسان يعني على حسب دينه فما الذي يجمع كل هؤلاء يجمعهم هذا الخالق الخفي الخالق الذي هو ما وراء الكون والله أكبر في عالم الغاب هذا هو الذي شغل الفلاسفة أيها الأخوة والأخوات شغل الفلاسفة أكثر موضوع شغل الفلاسفة في الليل وفي النهار بحيث أنهم كانوا يجلسون ويتفكرون ويصدرون إلى السماء ويتكلمون مع الناس ليل ونهار لم يكن يناموا لم يكنوا يناموا الفلاسفة الكبار القدامى أمثال فلان مثلا سقرات وأفلاطون وأرست وأفغارث وأباطليموس ومثلا وهؤلاء وهؤلاء العرب والفرس والفلاسفة وعلماء كبار ماتوا وهم يتفكرون في وجود الله ماتوا وهم يضعون أمام أعينهم أو لوية إثبات وجود الله إثبات وجود الخالق خالق هذا الكون هل هناك خالق أم ليس هناك خالق وماتوا وهم يبحثون وماتوا ورحلوا عن وجه هذه الدنيا وهم يتفكرون ونحن لا نتفكر نحن لا يهمنا هذا الموضوع إنما يهمنا أني والله أنا سني أتعصب لفلان وفلان وشيعي أتعصب ومسيحي أتعصب لكنيستي وللانجيلي ومسلم وكذا وكل الناس هيك في هذا العالم وإنما حينما تتكلم عن وجود الله الإنسان يصبح عنده حيرة يصبح عنده يعني مواجهة خطيرة لا يستطيع عقله لا يتحمل ولكن قدر المستطاع المفروض على الإنسان الذي يملك عقلا أن يتحرك باتجاه هذه قضية الغيب قضية وجود الله يتفكر ويتفكر ويتفكر حتى يحصل على واحد بالمية من التصديق بوجود الله تنظر إلى خلقه تنظر إلى الكائنات تنظر إلى النجوم إلى هذا العالم إلى هذا الكون الذي مثلا كيف صنع كيف هو نظامه كيف لماذا هذا نظام الإنسان هذا السيستم هذا النظام العجيب الغريب مثلا هذه الكواكب المليارات من الكواكب تسبح في الفضاء هذه الشمس التي تدور حول نفسها القمر الفصول الأربعة نور الشمس مثلا الشمس لماذا لا تنطفي الشمس لماذا لا يخف حرارتها مثلا وإذا خفت حرارتها يعني أو إذا بعدت عنا ميلي واحد أو ربع ميلي ربما نحن نتجمد أو إذا اقتربت إلينا ميلي واحد شحطة شحطة يعني فإننا نحترق وكل شيء على وجه هذه الأرض الكرة الأرضية إنما يعيشوا بسببي وبنوري وبنعمة الشمس فما هذا السر وما هذا الشيء الغريب وما هذه الدنيا وما هذا الكون الرائع الجميل المنظم المسير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر